اليوم رح نكون عم نفوت بالجزء الثاني من السلسلة رح نتعلم أكتر كيف نكون عم نعمل لينك وان لينك كيف منقدر نربط الفيديو كيف منعرف هذا الفيديو بأي فولدر موجود عنا وانا عم حضر المواد رح كون عم بحكي شوية عن حالي انا لقى صالحة مصمم وممانتج وصانع محتوى بلشت مهنة التصميم بالألفين وعشرة واستمرت حوالي ثلاث سنين خلال هالثلاث سنين كنت عم بفوت أكثر لعالم المونتاج عن طريق اليوتيوب أو عن طريق موقع اسمه ليندا.com يلي هو بيتحلق أنك تاخد كورسات بأي مجال حابب وكتير استفدت عن طريقه بنصح للعالم أنه يفوتوا ويطلعوا لهذا الموقع ليندا.com بعدين اجتني عدة فرص لأني اشتغل بالمونتاج وكانت من بيناتهم فرصة مميزة لأني اعمل سلسلة وسائقية عبارة عن 21 حلقة كانت خلال رمضان وانعرضت على التي بي طبعا بعدها اشتغلت عدة اشياء كفريلانسر دمجت من خلال التصميم والمونتاج لأنه مثل ما لاحظنا بالفترة الماضية كان فات عنصر السوشال ميديا والفيديوهات اللي بده تكون على السوشال ميديا اللي هي بتضم الفيديو مع عناصر متحركة مثل التكست اللي كنا نشوفه بيفوت مثلاً من اليمين لليسار او اذا كان في عنا عناصر عم تطلع مع المتحدث الكاركتر بيكون بالنص وبيكون في كلمات او آيكنز عم تطلع فلقيت اني لازم اتطور بهذا المجال وعندي القدرة لاني انا بقدر اشتغل على الإلستريتر والفوتوشوب يلي هنن كانوا نقاط قوة بالنسبة للي طبعا دمجت معهم برنامج الافتر افكت لحتى اقدر اطلاع بالشغل بفترة من الاوقات حسيت حالي لازم اتطور بالمجال الاكاديمي بقى انضميت للجامعة اللبنانية الدولية واخدت شهادة بالكوميوكيشن ارتس كان عندي منحة كاملة مدعومة من منظمة سبارك مشكورين للدعم اللي قدموه خلال فترة الدراسة كاملة وحالياً هي مبادرتي للطلاب او لأي حدا حابب يتعلم بالطريقة اللي انا تعلمتها بس يكون المحتوى باللغة العربية لحتى نساعد اي حدا عنده مشاكل بانه يتعلم باللغة الانجليزية باي وقت من الاوقات وان شاء الله نكون عم نستفيد من الاشي اللي عم بقدمها خلال الدروس هلأ رح نبلش تقريبا بالدرس وعم بعملكون اخر مرحلة اذا متل ما قلنا اليوم رح نكون عم نتعرف على الكليبس يلي عندي كيف بعمل لهم لينك وان لينك كيف بعمل ربط وعدم ربط اول شي رح نفوت لقائمة البروجيكت بالضغط مرتين على الاسم رح اغير الفيو لأعملها list view طبعا هون طلع عندي عدة خيارات اللي من بناتهم الفريم ريت اللي رح نلاحظ انه بتتغير بين 29 30 24 او 60 احيانا وفيه طبعا فريم ريت غير رح يكون له نشرح بدروس قادمة اللي علاءة اكتر بآلية تصوير الفيديو رح يكون عندي الميديا اند الميديا دوريشن قديش هذا مدة الفيديو سبع دقايق 15 ثانية والاوديو قديش كم هيرتس مسجل الصوت فيه هاي المعلومات اكيدة مهمة نوعا ما هلأ الشي اللي لازم ننتبهله اللي كليبس الموجودين هن عندي هون هن مش الموجودين الاصليين يعني انا اذا حزفت فيديو من هون هو ما نحزف من عندي من الجهاز زمن ما نبسط الطريقة اللي كليبس الموجود هون هو مثل اختصار او واجهة للفيديو الاصلي الموجود عندي بالجهاز ان كان على الديسكتوب او عن طريق او على الهارد تسك الموجود عندي متل مملاحظين هلأ عندي انا هذا المقطع طبعا هو نفس الفيديو بس انا هون عمل له روتايشن عمل له تدوير وهون مدخل عليه تعديل لوني متل ما قلنا نحنا الفيديو الاساسي هو موجود عندي على الجهاز ان كان على الديسكتوب او على الهارد وهون الفيديوهات موجودين عندي الفيديو المتواجد هو اسمه سيلفي يلي هو هذا المقطع رح نعمل شغلة صغيرة رح نغير اسم المقطع هذا سيلفي 1 2 3 خلينا نشوف شو رح يصير عنا هون فورا البرنامج عطاني انه الميديا صارت عندي أوفلاين يعني يبطل عن بلاقي هذا المقطع على الجهاز وعطاني خيار تينك ميديا انه لاقي هذا المقطع عطاني اسم الكليب والفايل وحتى وين كان محفوظ باخر مرة كان موجود فيها يلي بتساعدنا كتير لحتى نقدر نحدد نحنا وين موجودين المواد بالاصل عنا طبعا فيني اعمل ماتش يعني فيني اعمل تطابق عن طريق الفايل نيم او الفايل اكستنشن يلي هي .gpg.mov الى اخره بعمل تحديد هلا اعطاني فورا هو تقريبا وين المقطع عندي يعني لانه بيفتح لي اخر مكان كان متواجد فيه الفيديو على امل انه تغير اسمه ونحنا غيرنا اردي اسمه مزبوط اذا هو اسمه سيلفي واحد اثنين ثلاثة وبعمل اوكي رجع عندي الوضاع الطبيعي وراه عندي الوفلاين طيب اذا بدي يلاقي انا هذا المقطع ضمن قائمة البروجيكت بقدر اكبر زر يميني ريفيل ان بروجيكت اذا بدي يلاقي ضمن الجهاز ريفيل ان فايندر اذا هو الفيديو موجود عندي طبعا بعده هنا بالاسم القديم ضمن قائمة البروجيكت اذا قررت بوقت من الاوقات اعمل عندي المقطع ميك اوفلاين او اذا فطت على البرنامج ولقيته هو اوفلاين راح يعطيني هادلون الخيارات انو المقطع بعده موجود عندي عن الديسك او انحذف طبعا هلا ما راح نقول انحذف هو بعده موجود عندي على الديسك اعطاني نفس الخائمة راح من عندي من السيكوينس صارت كلها حمرة طبعا متل ملاحظين الافكت الي عملتهم بعضهم نفسهم هون منلاحظ انو فيه تغيير لوني وهون عن روتاشن وهون ما في شيء طيب بعمل هون بكبس كمان زر يميني وبعمل لينك ميديا اعطاني نفس القائمة اللي شفناها قبل شوي الفايل نيم الفايل باث والميديا ستارت بعمل لوكيت كمان وجهني لاخر مجلد كان موجود ضمن الفيديو وبعمل له انا تحديد او فيني يغير يعني على حسب اذا كان عندي تحديث لهذا الفيديو فيني اعمل له تبديل وبعمل اوكي هل ملاحظين رجع عندي الفيديو طبيعي بخبرتي خلال هالمدة الماضية اكيد رح نتواجهكن هاي الميديا اوفلاين وهلأ طريقا اعرفنا طريقة حلة